أعب الله من الشيطان الفقيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلس ولا شفاة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوب لا تأخذني في نسو ولا نوت له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما في السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بإذنه وما في السماوات والأرض لا يحيطون بشيء من علمه إلا بإذنه وما في السماوات والأرض والأرض القيوب وما في السماوات والأرض المصدرح وما في السماوات والأرض لا تأخذ سنة ولا نعوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فتع كرسي يغل السماوات والأرض الله لا يؤذبه إذنه فتع كرسي يغل السماوات والأرض الله ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبينه لا يؤده حفظهما ترجمة نانسي قنقر والله سميع عليم الله علي ترجمة نانسي قنقر والذين كفروا وأولياؤهم الطاوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جاء إبراهيم في ربه أن أتاقر ونمر إذ قال إبراهيم ربي يا الذي يحيي ويميد قَالَ أَنَا أُشْرِي وَأُمِيد قال إبراهيم ترجمة نانسي قنقر 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 الله لا يهدي القوم الظالمين الظالمين فلم تر إلى الذي حاج جاء إذا رغم في ربي أماتك الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أقير وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمك من المشرق فأتي بنا من المعرب فأتي بشمك من المعرب فأتي بشمك من المعرب فأتي بشمك من المعرب الذي كفر فأتي بشمك من المعرب فأتي بشمك من المعرب فأتي بشمك من المعرب الله لا يهدم قوم الظالمين فلن تر إلى الذي حد جائب رجيم في ربه أب أتير الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أفي وأومي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالجمس من المشرق فأسي بها من الموارب فبويت الذي كفر قال الله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مضر على قرية وهي خاوية على عروشيا قال أني يحيي هذه الله بعد موتها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها بعد موتها سُمَّهُ مِأْتَ عَامِيُّ سُمَّ فَأْتَ أنا كم لابدت قَالَ لَبِتُ يَوْمًا أَوْ بَغَ يَوْمًا قَالَ بَلَّ بِتَ مِئَةَ عَامِ قَالَ بَلَّ بِتَ مِئَةَ عَامٍ فَأْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ فَأَظُرُّ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَأَظُرُّ إِلَى طِمَارِكَ وَلِنَجْعَ لَكَ آَيَةً وَلِنَجْعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَظُرُ إِلَى الطَعِضَامِ كَيْفَ نُنْحِذُ وَأَظُرُ إِلَى الطَعِضَامِ كَيْفَ نُنْحِذُ وَأَظُرُ إِلَى الطَعِضَامِ ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أظلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تؤيل موتا قال أولمت منك قال أولمت منك قال أولمت منك لكن ليقم إن قلبي قال أولمت منك قال أولمت منك أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منه ثم جعل ثم جعل ليأسينك سعيا وعلمت منك وعلمت أن الله عزيز حكيم ثم جعل ثم جعل سعين الموت قال أولم تؤمن قال بنا قال أولم تؤمن قال بنا ولا كليقم إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير تصرهن إليك ثم جعل تصرهن 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 منهن جد ثم دعون يأسينك سايا وأعلم أن الله عزيز حكيم فسن الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله كمثال أبتي هابة السبوة سنابل كمثال أبتي هابة السبوة سنابلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف بمن يشاء والله واسع عليم قدق الله اللعيم